نشوف أمثلة على تكوين المعادلة التفاضلية المسألة الأول بيقول كون المعادلة التفاضلية التي حلها العام هو Y يساوي C1X زائد C2X ترابية C1 و C2 سوابت نلاحظ هنا أني عندي ثابتين إذن المعادلة التفاضلية هتكون معادلة تفاضلية من الردبة الثانية نحاول نوجدها بنكتب هنا Y يساوي C1X زائد C2X نوجد المشتقة الأولى Y يساوي C1 زائد 2C2X المشتقة الثانية Y يساوي 2C2 هنا المعادلة 1 معادلة 2 معادلة 3 من معادلة 3 السي 2 يساوي يضابل داش على 2 نعود المعادلة الأولى والتانية يبقى إذن المعادلة الأولى تصبح Y يساوي C1X زائد نصف X تغبيع Y دابل داش المعادلة التانية تصبح Y يساوي C1 زائد X Y دابل داش هنحزف C1 بين المعادلتين نحصل على الـ Y يساوي Y داش نقص X Y دابل داش مدعوبة في الـ X زائد نصف X تغبيع Y دابل داش نبسط يبقى الـ Y يساوي X Y داش نقص نصف X Y دابل داش هي دي المعادلة التفاضلية أو ممكن نكتبها على الشكل مثال ثاني أوجد المعادلة التفاضلية لمجموعة القطاعات النقصة دي السؤال العامة الإي والبي سوابت إذا المعادلة التفاضلية المكونة هتكون معادلة التفاضلية من أو تبقى التانية تعال نشوف نبسط المعادلة الأول لي يبقى البي تغبيع X تغبيع زائد الـ E تغبيع وي تغبيع يساوي الـ E تغبيع بي تغبيع نشتق 2B تغبيع X زائد 2 2B تغبيع Y يساوي نشتق ثاني يبقى 2B تغبيع زائد 2A تغبيع Y Y دابل داش زائد Y داش تغبيع يساوصف دي المعادلة الأولى 2 3 من المعادلة التانية 2B تغبيع يساوي ناقص 2A تغبيع Y Y داش على X هنعوض في المعادلة التالتة يبقى ناقص 2A تغبيع على X Y Y داش زائد 2A تغبيع Y Y داش زائد Y داش تغبيع يساوصف هنقسم على 2A بنقص Y Y داش على X زائد Y Y داش زائد Y داش تغبيع يساوصف يدين معادلة التفاضلية أو ممكن اكتبها بشكل أبسط هنشوفها داشت الشكل الأبسط لمعادلة التفاضلية داشت